السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء ورحمة الله وبركاته أصعد الله ووقاتكم بكل خير درسنا لهذا اليوم في مادة الرياضية من وحدة الهندسة وهي الوحدة السابعة الوحدة السابعة وهي وحدة ثمانسة وتجدد سهلة وبسيطة سوف نأخذ اليوم تهيئة لوحدة الهندسة أكتب أسماء المجسمات الآتية أكتب أسماء المجسمات الآتية لدينا هذا الشكل وهو الأسطوان الأسطواني إذن أول شكل معنا أسطوان وهذا شكل المكعر وهذا شكل أيضا دائري وهذا شكل أيضا مخلوقي أكمل الجدول الأعدي الشكل المسلط هذا شكل المسلط عدد أضلع المسلط لناختشف كمضلع واحد اثنان ثلاثة إذن عدد أضلع للمسلط ثلاثة أضلع طيب كم رأس للمسلط واحد اثنان ثلاثة إذن عدد أضلع ثلاثة وعدد الأرصة ثلاثة المستطيل عدد أضعه أربع المستطيل عدد أضعه أربع واحد اثنان ثلاثة أربع المستطيل عدد أضعه أربع وعدد رؤوس المستطيل واحد اثنان ثلاثة أربع المستطيل عدد أضعه أربع وعدد رؤوسه أيضا أربع الشكل الدائري الشكل الدائري كما هنا الدائري عدد أضلع ليس له أضلع الدائري شكل دائري ليس له أضلع إذن الشكل الدائري مثل الكرة ليس له أضلع إذن ليس له أضلع عدد رؤوسه أيضا ليس له رؤوس إذن الشكل الدائري ليس له أضلع وليس له أيضا رؤوس حسنا المربع عدد أضلع المربع أيضا ألبع إذن عدد أضلع المربع وعدد رؤوسه أيضا ألبع الشكل المثلث كما لدينا في الجدول عدد أضلعه ثلاث وعدد رؤوسه أيضاً ثلاث والمستطيل عدد رؤوسه أربعة وعدد أضلعه أيضاً أربعة الشكل الدائري ليس له أضلع وليس له رؤوس المربع عدد أضلعه أربع واحد اثناء ثلاثة أربعة وعدد رؤوسه أيضاً أربعة ننتقل إلى صفحة 65-3 أحدد عدد الأحرف والرؤوس والأوجه المكعب كنا نعرف أن المكعب عبارة عن مربع مربعين تمام؟ عدد أحرفه عدد أحرف المكعب 12 حاف واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خانسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداش اثناش إذن عدد أحرف المكعب 12 حاف عدد أحرف المكعب 12 حاف عدد رؤوس المكعب الرأس وهو من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عدد رؤوس المكعب 8 رؤوس وعدد الأحرف 12 حاف طيب إذا أجينا نسأل عن عدد الأوجه كم وجه لدينا في المكعب؟ كم وجه؟ وهو الست أوجه كيف عرفنا أنه الست أوجه؟ لأن المكعب يثالث ربارة عن مربع مربع واحد اثنان ثلاثة أربعة هذا المكعب معنا إذن واحد عدد الأوجه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ستة أوجه للمكعب عدد أوجه المكعب ستة أوجه وهو يرجع إلى شكل المربع هكذا إن شاء الله بكم انتهينا من انتهيئة سوف ننتقل إلى الدرس الأول بإذن الله